ما هي طريقة اختيارك للأدوية؟ وبنان عليش تاخذ أدوية؟ والله استشعار الطبيب جميل طيب لو رحت الصيدلية معينة وسألت عن العلاج اللي يوصاك عليه الطبيب ولقيت انه ممكن انك تاخذ بديل بسعر الخاص لكن اسم الشركة غير ولا نفس التركيب ونفس الشيء ممكن تاخذها ولا انك تمشي على كلام الدكوة وتاخذ نفس الشركة اللي وصاك عليها والله شوف انا بالنسبة لي انا ممكن اخذها انا اقتنع صلاحة لكن من كان خذيت ادوية قبل كنت سمين بعدين نحف وخذيت ادوية عشان كذا ممكن ادوية اللي تخصني اخذها عن طريق استشارة الدكتور لكن الادوية البديلة مثلا حقت زك ما حقت كذا ممكن اخر اي دوا بديل ما هي كيفية اختيارك للادوية اللي تاخذها مو حسب وصف الطبيب او احيانا في غلطة انك تختار الدواء حسب ما تسمع من الناس ان هذا والله يسوي كذا اخذ هذا من المكان فلاني يعمل كذا او طيب لو لقيت مثلا رحت عن طبيب و وصف لك علاج معين وراحت للصيدلية ولقيت انه في ممكن بديل نفس التركيبة لكن بسعر الارخص ممكن تاخذه ولا تمشي على كلام الدكتور واسم الشركة العطاك ايها والله هي على كلام الدكتور اكثر لانها ثقة في الدكتور اكثر لو اقنعك وقالك ان التركيبة نفسها متخافي شوي لان الصحة غالية طيب هل ترى انه في تقسير ملجهاتها المعنية بخصوص التوعية حول الادوية لا والله مثلا هي اعتقدها الدواء الآن قاعد يرسلوهم في تويتر حتى بتساعد وزارة التجارة بعض الادوية كذا وزارة الصحة هذا الدواء والله تجنبه منه وقاعد يمسكوا ادوية معينة فشي كويسة فارس كيف تختار الالجهات اللي تاخذها لا حسب وصفة الدكتور ولا انها تكون مجربة اذا مثلا وصف لك الدكتور العلاج معين ولقيت انه العلاج هذا فيه بديله بسعر ارخص نفس المكولات ونفس التركيبة بس بسعر ارخص ممكن تاخذ البديل او لا تاخذ اللي يوصف فيا مريم كيف تختارين العلاج المناسب عن طريقة الوصفة الطبيعية طيب لو وصف لك الدكتور مثلا علاج معين وراحت الصيدلية ولقيت انه فيijk نفس التركيب نفس المكونات بس ارخص تاخذينه ولا تاخذينه المكتوب بالوصفة نفسه أخذ البديل عادي لأنه نفس المكونات بس اختلاف الشركة كيف تختار علاجاتك أو أدويتك اختارها بناء على وصفة الطبيب لي هو يوصف لي وفيه أحيانا بالنسبة للأدوية احنا ممكن أوصفها لنفسي يعني بحكم مثلا الصداع أو زي كذا احتاج أن يأخذ أنا بندول أو مسكة لو الطبيب أشارك على علاج معين ورحت ولقيت أنه فيه بديل له بنفس المكونات وبنفس التركيب وبسعر أرخص ممكن تاخذ البديل هذا ولا تمشي على كلام نفس الطبيب والله أنا ممكن أجاوبك جوابيني أحيانا فيه أدوية أحتاج أن يأخذها على وصفة الطبيب فيه أحيانا أدوية يعني شركات تختلف وهي ترجع على حسب المستشفى أو المستوصف ممكن هو يتعامل بهذا الوصفة هذه فهو يركز عليها لكن ممكن تلقى نفسها بأقل الأسعار هل ترى أن الجهة المعنية مقصرة في التعوية حول العلاجات؟ والله أنا أشوف أنها مقصرة أنا أشوف أنها مقصرة هكذا انتهى استطلاع الرأي الذي قام به طبعا فريق إعداد استوديو الأخبارية للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا ولتسليط الضوء أكثر عليه ينضم إلي هنا ضيفي وضيفكم الدكتور هاجد هاجد المدير التنفيذي للترخيص في قطاع الدواء في هيئة العامة للغذاء والدواء هياك الله دكتور أهلا وسهلا نستك بالخير نستك بالله بالنور يعني شفنا استطلاع الرأي هذا وبدأنا في الحلقة فقط عشان نركز على ما قالوا الناس يعني آخر شيء ذكر في استطلاع الرأي أنه الجهات مقصرة مثل ما سمعنا إيش ردك على هالجملة أولا أمسي عليكم أمسي على الجمهور الكريم وأشكركم على استطافة الهيئة لتوضيح موضوع سعر الأدوية والفروقات أنا حكيت سعيد بالتقرير واللي سمعناه من الإخوة المواطنين اللي استعادت عاملهم مع الأدوية وأعتقد فيه وعي خصوصا فيه ما يخص حصول المريض على البدائل المتاحة في معظم الصيدليات هناك لوحة موجودة في الصيدليات فرضتها تعليمات وزارة الصحة توضح للمستهلك أن لكل دواء بديل موازي بنفس الفاعلية لكن سعره أقل وهذا مكتوب تجده في أول في أول ما تدخل الصيدلية يوضح للمستهلك هذه المعلومة في معلومة مهمة فعلا أن كل دواء مسجل هناك له بدائل موازية له في الفاعلية لكن سعرها أقل وجميها بنفس الجودة وبنفس الفاعلية في الأمر يترك في هذه الحالة للي يرغب في شراء الدواء أن يحصل على الدواء وهذا ما نشجع نحن أن يحصل على دواء أرخص في السعر طيب رح نرجع لموضوع أرخص وأغلى دكتور بس خليني رحب بأحمد الضبياني طبعا الإدارة العامة لخدمات الطبية في وزارة الصحة حيا كلا طال عمرك الله يحييك أستاذ عزام وأشكر الحقيقة هذه البرامج الهادفة التي تقدمونها وتصب في الإثراء المعرفة للمتلقيين وتربطهم بالجهات ذات العلاقة فيما يخصهم حيا كلا طال عمرك يعني خلينا نأسألك احنا شفنا استطلاع رأيي في بداية الحلقة وكان في أحد الأراء تقول بأنه هناك عدم رضا على جودة ما تقدم وزارة الصحة من معلومات توعوية حول الأدوية والعلاجات ما تعليقك طال عمرك الحقيقة أنه وزارة الصحة موقعها ثري بالمعلومات وهيئة الغذاء والدواء أيضا موقعها ثري جدا بالمعلومات ولكن يوجد قصور في البحث عن المعلومات الصحيحة عند كثير من الناس والمعرفة الآن أنا أعتقد أنها سهلة العثور عليها وسهلة البحث عنها والتحقق منها ومن جودة أي منتج يطرح للمواطن أو للمقيم في أي شأن من شؤون حياته طيب دكتور هاجد طبعا نحن تكلمنا تحت الهوى عن أنه هناك أكيد آلية لتصنيف الأدوية والعلاجات صح ولله ما هي الآلية؟ تقصد آلية تسعير آلية تسعير وتصنيف المنتجات المنتجات الصيدلانية أو الأدوية بالمصطلح العام تقسم إلى عدة أنواع النوع الأول هو الدواء المبتكر نسمي الدواء المبتكر وهو الدواء المكتشف حديثا ويحتوي على مادة فعال هذا اسم الدواء المبتكر جميل اكتشفته شركة مبتكرة يسجل في المملكة ويحصل على براءة اختراع اسمها براءة الاختراع قد تمتد إلى 15 سنة خلال هذه الفترة يكون المنتج محمي وهو نسمي نحن النضاء المنتج المبتكر بعد مضي فترة الاحتكار أو فترة الابتكار يسمح لمنتجات أخرى نسميها المنتجات الجنيزة وهي منتجات تحتوي على نفس المادة الفعالة لكنها من مصنع آخر هنا يحصل الانخفاض في سعر المنتج المبتكر الأول وهذا الجديد ينخفض سعره بنسبة 35% وبالتالي يصير عندنا سعر لدواء مبتكر ودواء آخر جنيس موازي له بالسعر ينخفض سعره ب 35% جميل عندما يأتي جنيس آخر نحن نسميه الجنيس أو المماثل ينخفض 10% وبالتالي يحدث تدرج في انخفاض سعر الدواء لذلك تجد في الصيدليات أدوية نفس المادة الفعالة لكنها أسعارها منخفضة هناك منتجات صيدلانية هذه اللي يحصل فيها اللبس لدى بعض المتعاملين وهذه المستحضرات العشبية يكون هناك مستحضر عشبي أو صحي دعنا نقول على سبيل المثال أقراص الثوم على شكل صيدلاني لكنها لا تسعر هذه المنتجات عندما يأتي المستهلك يجد سعرها دعنا نقول 10 ريال في صيدلية يذهب إلى صيدة الأخرى يجده 15 ريال هذه لم تسعر نحن نسعر فقط الأدوية وليس المستحضرات الصحية والعشبية ودائما ما يصلنا توضيح من العموم عن هذا يقول لماذا سعر هذه المادة مرتفعة هنا ومنخفضة هنا في الواقع هي انخفاضها لأنها أصلا غير مسعرة وبالتالي ينخضع يعني يمضي عليها ما يمضي على أي منتج آخر قد تجده بسعر منخفض هنا وسعر مرتفع هنا سوى نفس الشركة ونفس المكونات شركة أخرى لا في الأغلب شركة أخرى القضية الهامة جدا لعل المشاهد الكريم يكون على عن فيها اللي هي أن الأسعار الأدوية توضع بناء على قواعد معتمدة من مجلس إدارة الهيئة يعني هناك آلية وميكانزم لعملية التسعير مثلا أهمية المنتج العلاجية هل له بدائل تقوم بمقامه ولا لا ماذا عن بلد المنشأ سعره في بلد المنشأ وش وضعه الدراسات احنا نسميها دراسات اقتصاديات الدواء للمنتج الجديد بالذات تقيم لكي نتأكد أن هناك فائدة فعلا توازي السعر المدفوع في قيمة الدواء وهذه عملية طويلة تمر بمراحل هناك لجنة مستقلة داخل الهيئة فيها من مغظم الجهات الحكومية من الأطباء والصياد والمختصين في مجال اقتصاد الدواء هم اللي يضعون ويحددون السعر وبناء عليه يعتمد السعر من اللجان التسجيل وبالإجراءات النظامية داخل الهيئة دكتور من يتابع عمل الصيدليات فيما يخص الأسعار فيما يخص الأسعار وغيرها نعم في مراقبة الصيدليات في حتى هذه المرحلة تقوم بها وزارة الصحة هي اللي يترخص الصيدليات ويلي تشرف على الصيدليات وأي مخالفات تدوم داخل الصيدليات تتم متابعتها من وزارة الصحة فيما يخص المنتجات التي داخل الصيدليات خصوصا الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية مواد التجميل هي من مهام هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء بشكل مستمر تقوم بجولات تفتيشية تأكد من التزام الصيدليات بالأسعار وحقيقة يندر جدا نجد هناك أي مخالفات فيما يخص الأدوية نتكلم عن أدوية فقط فيما يخص أنه يكون اللي هو اختصاصكم اللي هو اختصاصنا أي اختلاف فيما يخص أسعار الأدوية بين الصيدلية وأخرى من نفس الأسمي التجاري هذا يندر ما ندر جدا طيب السادي أحمد السؤال لك في عملية أنه لو المواطن اكتشف بأنه سعر الدواء 10 ريال في هذه الصيدلية وفي الصيدلية الأخرى 12 ريال يكلم مين إذا اكتشف التفاوت السعري كما تفضل الدكتور عندك يكلم الهيئة العام للغذاء والدواء لهم رقم الحقيقة لم ينتشر كثيرا بين الناس كما فعلت الحملة التوعوية التي قامت بها وزارة التجارة مشكورة هذا الرقم مهم جدا والتجاوب فيه سريع وأتمنى أن يظهر بما أن هذا برنامج توعوي أن يظهر في الشاشة كم الرقم؟ الرقم 1-5-9-9-9-9-9-9 هذا الرقم من خلاله يستطيع أي شخص يعثر على أسعار متفاوتة في الأدوية أن يتصل بهذا الرقم وسيتخذ الإجراء اللازم والرادع في حال وجود مخالفة طبعا نعرف جميعا أن الأسعار الأدوية موحدة والعقاقير في جميع الصيدليات وإنما التفاوت يكون غالبا في المستحضرات العشبية والتجميلية يعني حتى لو وجدت اختلاف في المستحضرات العشبية أستاذي أقدر أن أتواصل مع الرقم هذا اللي هو 1-5-9 ويجون للصيدلية ويشوفون ويجون للصيدلية نعم نعم بما أنه يباع في الصيدلية فهو تحت مسؤولية الأهل العام للغذاء والدواء وهي التي تقوم باتخاذ الإجراء اللازم سم دكتور بس مداخلة فيما يقص في المستحضرات العشبية والصحية هي غير مسعارة وهذه المهمة، معلومة وهمة في المشاهد الكريم يكون على علم فيها المستحضرات العشبية والصحية لا تخضع للتسعير هي متروكة للسوق مثل أي سلعة أخرى لكن لو وجدتها في صدرية فلان بعشرة وفي صدرية علان بخمسة عشر لا يوجد شيء منها المستحضرات الصحية والعشبية هي أصلا غير مسعرة بالنظام لكن الدواء ونقول هنا على الدواء هو الذي سيكون فيه وما ندر جدا أنك تجدها الحالة ذي إنه دواء هو دو واحد إذا قلنا دواء إكس افترضنا في كل الصيدليات المملكة سلوه سعر واحد فقط المستحيل تجد إلا في حالات نادرة جدا اللي هي لما قلت لك لما ينخفض نسبته من مثلا من مئة ريال إلى خمسة وسبعين ريال في حالة وجود الجنيس طيب أستاذ أحمد الآن عملية الصيدليات اللي يدخل لها المواطن تعبان يقوم الصيدري وكأنه مسوق يجمع له أدوية على الستاند ويعطي له إياها ويقول له يا الله حاسبني أربعمائة خمسمائة ريال بلا أي وصفة طبية كيف التعامل مع هذه القضية الحقيقة هذا الدور الشخص نفسه الذي يستفيد من هذه الخدمة يعني كيف يقدم على هذا العمل إلا إذا كان يعني إذا كان يكتب يعني إذا هو رضي بأن يصرف هذه الأدوية والصيدلي قبل بأن يعطيه بدون وصفة ولا شك أنها مخالفة لكن كيف يتم ضبطها هنا يأتي دور وعي وعي المستهلك لهذه الأشياء والمستفيد من هذه المنتجات يجب أن يكون عنده وعي كامل بحيث أنه لا يقبل أن يصرف له شيء دون وصفة طبية وأن يبلغ عن حتى لو أي واحد موجود في الصيدلي وأن يبلغ عن أي صيدلي يقوم بهذا العمل ونحن نعرف أن شركات التسويق الآن جندت حتى كثير من الأطباء والعيادات الخاصة لتسويق منتجاتها سواء كانت أجهزة طبية أو عقاقير وأدوية أو منشطات ومكملات غذائية طيب أبلغ من إذا شفت شخص قاعد صيدلي قاعد يوصف على كيفه شوف يا أستاذ عزام الآن مشكلتنا في الصيدليات أنها أصبحت تشبه المول جزء منها مواد عقاقير وأدوية طبية وجزء منها مواد عشبية وجزء منها مكملات غذائية وجزء منها مواد تجميل وعطور فالصيدلية الآن أشبه بمول حتى أن وزارة التجارة بالإمكان التبليغ عن أي مخالفة داخل الصيدلية فيما يتعلق بالمنتجات الأخرى زي كما تفضل الدكتور التي غير مسعرة التي لا تدخل ضمن الأدوية والعقاقير طيب دكتور كان عندك تالية هنا فست توضيح بما يخص الأدوية داخل الصيدليات الأدوية تختلف أنواع في أنواع لا بد لها من وصفة طبية وهي أي دواء يفترض أنه لا يصرف إلا بوصفة طبية لكن هناك منتجات اسمها منتجات الـ Focal Shelf أو OTC Product هذه منتجات تستطيع كمستهلك تحتاج أنت خافض حرارة تحتاج دواء كحة وتعتقد أنك تحتاج وتستطيع أنك تشتريه الآن هذه يضبطها في نظام اسمه نظام المارس الصحي هذا النظام لا ننسى وذكر المشاهد الكريم أن الرجل اللي يقف في الصيدليات والسيدة اللي في الصيدليات هو صيدلي مرخص من نهاية التخصص الصحية ولديه مؤهل ويستطيع أنه يعرف إلى أي مدى هناك حالة تحتاج إلى التدخل الطبي يفترض أنه لا يصرف أي مضاد حيوي أي دواء إلا بوصفة طبية لكنه هذا لا يمنع أنه المستهلك إذا هو يحتاج إلى دواء كحة يحتاج إلى خافض حرارة أنه يشتريه من المنتجات مثل ما تفضل الدكتور المنتجات الأخرى هذا يعود إلى المستهلك ما نستطيع تمنع مستهلك أنه يأخذ ذم مادة تجميل أو منتج آخر لا يحتاج إلى وصفة أنه يشتريه طيب مشاهدين بعض الإحصائيات رح نشوفها ونرجع نعلق عليها جهازوها لنا فريق الإعداد اشتركوا في القناة يعني فيه آراء تقول بأنه تفاوت الأسعار لنفس الدواء بنفس المكونات ولكن الشركات تختلف أنه مثلا يعتقد البعض أنه قوة أقل فاعلية أقل هل هذا صحيح؟ بالتأكيد هذا الكلام غير صحيح مثل ما شرحت سابقا أنه المادة الفعالة واحدة هناك أكثر لا أعطيك أسماء منتجات لكن هناك أحيانا قد يصل لأنه الحمد لله سوق المملكة سوق مفتوح فتجد مادة فعالة هناك لها 10 أو 12 منتج من نفس المادة الفعالة يتراوح سعرها من 85 ريال حتى 20 ريال كل هذه المنتجات بما أنها موجودة في السوق ومسجلة في الهيئة العامة والغذاء والدواء الهيئة تضمن سلامتها وفاعليتها وجودتها لكن شراءها يعود إلى الشخص نفسه في ناس تحب تأخذ أمر التفع الثمن في ناس تحب تأخذ منخف الثمن فاعليت وجودتها وحدة هذا ما تضمن الهيئة طبعا طيب ولكن الاختلاف ليش غير عملية الجنيس هذه النقطة أنت شرحتها لنا باستخدام الأسعار التفاوت بين 85% و 85% مثال طبعا إلى 20 ريال صح ولا لا نعم ليش التفاوت هذا التفاوت مثل ما شرحت لك بسبب هذه النقطة المنتج المبتكر سجل بـ 80 ريال ولكن عندما دخل الجنيس دخل 5% وكل ما يدخل واحد فتجد دائما فيه انخفاض في الأسعار متدرج الهيئة تشجع كذا كزرت صحة واضعة مثل ما شرحت لك اللوحة أنها تشجع لاستخدام الدواء الأرخص من أجل المريض طبعا طيب الساد أحمد يعني إذا جئنا نتكلم عن الصيدليات وتواجدها وعملية أن المضاد الحيوي ما يصرف إلا بوصفة من الطبيب وأنه الصيدلي يطلعوا بدون وصفة الآن هل في رقم الشخص يتصل عليه إذا شاف هذا المنظر قدامه نعم اللي هو الرقم اللي ذكرناه هو نفس الرقم نفس الرقم لأنه شيء يتعلق بالأدوة العقاقير كل ما يتعلق بهذا الجزئية يعود الهيئة العامة للغذاء والدواء طيب الآن يعني أنت تؤيد المقول اللي تقول بأنه عدد كبير من الصيادلة تحولوا إلى مسوقين ومندوبين مبيعات والله فيها نسبة كبيرة من الصحة نعم للأسف طيب أش الحل الحل وعي المواطن مثل هذه البرامج الهادفة التي يعني تثري الجانب المعرفي عند الناس تجعلهم لا ينساقون خلف الدعايات فيما يتعلق بالصحة العامة لهم طيب دكتور سنك التعليق فقط على المضادات الحيوية مثل ما سبقا ذكرت أن الجميع الأدوية افترض أن لا تصرف الأباس والطبية الهيئة دائما فيما يخص المضادات الحيوية بالذات قامت بحملة كبيرة في نهاية العام الماضي فيما يخص المضادات الحيوية خطورة التهاوم في استخدام المضادات الحيوية وأنه بدأنا أن نلاحظ ظهور مناعة لدى مسببات الأمراض بسبب الإفراط في استخدام المضاد الحيوي وفي هذا المنبر حقيقة الهيئة تدعو المستهلك الكريم لعدم استخدام هذه المضادات إلا بوصفة طبية من قبل طبيب تأكد من وجود حاجة للمضاد الحيوي لمنع ظهور أي نوع من أنواع الريزيستنس للمضادات الحيوية طيب دكتور أنتم الآن في الهيئة العامة الغذاء والدواء أنتم مسؤولين عن الأدوية وحملات تفتيشية دورية وكذا صحة الله طيب الصيادلة وزارة الصحة ما المقصود في الصيادلة؟ مثال إذا كان الشخص دخل إلى الصيدلية ووجد له عامل والصيدلي ليس موجود العامل هو الذي أخذ دور الصيدلي يبلغ مين؟ افترض هذا جميع الممارسات داخل الصيدليات هي من اختصاص وزارة الصحة بناء على نظام الممارس الصحي يهم مسؤولية الوزارة جميل وهناك ضوابط لها ولها عقوبات الوزارة ولها إجراءات جميل أستاذ أحمد أنا ذكرت مثال للدكتور هاجد الذي هو أنه إذا شخص دخل ووجد عامل بدل الصيدلي وهو الذي يوصف وهو الذي يعطي وهو الذي يبيع وهو الذي يشتري كيف يمكن يتعامل مع الموضوع المواطن؟ والله إذا استطاع أن يميز أنه فعلا عامل فيجب أنه يتوقف عن تكليفه من مهمة أعطاءها الدواء وأنه يتصل بالأجهزة الرقابية اللي هم مين؟ اللي هم مين الأجهزة الرقابية؟ سواء عن طريق وزارة الصحة اللي بلاء عن وزارة الصحة مباشرة أو وزارة التجارة هي عدة جهات رقابية كلها تقوم بنفس الدور وكلها ترفض هذه الممارسات تتضافر الجهود فيما بينهم جميل جميل دكتور هاجد خلينا نكون صريحين مع بعض التوعية اللي قاعد تقوم فيها وزارة الصحة بخصوص الأدوية والصيدليات والعلاجات وما إلى ذلك هل هي كافية لتثقيف المجتمع؟ في الحقيقة فيما يخص التوعية نحن عندنا إشكاليتين إشكالية التوعية كمبدأ عام هناك دراسات عليه مدى فعالية التوعية وإلى أي مدى المتلقي للجرعة التوعوية تكون هذه تؤثر فيه وإلى أي وقت تؤثر فيه لمدة سبوع لمدة شهر لمدة شهرين في قضايا التوعية الهيئة عندها فيما يخص الدواء بشكل عام الهيئة عندها إدارة تنفيذية مستقلة خاصة بالتوعية نفذت ما يقارب ميتين حملة تقريبا في السنة المعدل ميتين برنامج وحملة توعية في المولات وفي المدارس وفي من خلال البرامج الجميع التويتر وجميع البرامج السوشيال ميديا التوعوية فعملية التوعية عملية مستمرة يفترض أن الجهاز الرقابي يستمر في إعطاء هذه الجرعات التوعوية هناك اهتمام مباشر من قبل معاني الرئيس بالتأكد وشخصيا حضور هذه الفعاليات والتأكد من تنفيذها الآن إلى أي مدى تؤثر في الجمهور وفي المتلقي هذا مثل ومثل أي برنامج دوعي آخر ممكن ينتهي فترة طويلة حقيقة لا أخفيك بسعاتي باللي سمعناه اليوم في التقرير في بداية الحلقة هناك وعي جيد إلى حد ما فيما يخص الحاجة لاستخدام البدائل هل يأخذ بديل أرخص أو ما يأخذ هذا يعود إلى استمرارية قياس مدى تأثير البرامج التوعوية سواء من الهيئة أو من الوزارة جميل طبعا الدكتور صالح بوزير أستاذ الصيدلة السريرية ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا دكتور صالح أمسك بالخير وحياك الله سياك الله بالنور أمسك عليك فيما يخص طبعا الأدوية لكل اختصاص لكننا نتكلم عن التوعية والحملات التوعوية وأنا ودي أركز على موضوع الحملات التوعوية اللي من وزارة الصحة هل تعتقد بأنها كافية؟ هو طبعا الحملات التوعوية باب واسع تعاني من أشكاليتين تعاني من الاستمرارية وهذا طبعا أمر مطلوب علشان تخصل على التأثير التوعي المطلوب لأن هذه حملة التوعوية هي حملة مؤقتة الحقيقة تأثيرها من ناحية الحصائية ومن حيث الزرافات التي يجرت دائما تأثيرها محجود في لحظي ومؤقت ثم تنتهي فهذا مطلوب أنك تستمر بهذا العملية يعني أطوال الوقت والنقطة الثانية طبعا هو توفر الحملات العالمية دائما مغلفة وتوفر الدعم الميزانية لشيء أنت لا تلمس بصورة سريعة يهدي بعض الأشكالية في حدوث وجود الدعم المالي علشان تستطيع أنك تستمر بهذا الحملات ولكن مع وجود التوعية من كل هالتجارب العالمية أمر مطلوب ولكن ليست هي للتعدل السلوكيات الناس ولا عشان كذا القوانين هي في كثير من أمور أهم من يعني اللي يعدل القوانين وليس التوعية نعم طيب وكيف تشغل القوانين خلينا من التوعية الحقيقة هي القوانين نعم الحقيقة القوانين دائما يجب أن تتطور وتعدل بما يعني وفقة التغيرات الاجتماعية والتغيرات الاستهلاكية التي نراها هناك ما في شكل عندنا يعني اشكاليات في خاصة بالصيدليات لاحظ الصيدليات الآن مقسومة لمنتجات جهة مسؤولة عنها وعندنا منشأة صيدلية مسؤولة عنها وزارة الصحة دائما توزع الجهات الرقابية على أي منشأة دائما ما يؤدي إلى خلل في وجه المنشأة الحقيقة أنت إذا شفت السلسلة الدوائية يعني ابتداء من المصنع الهيئة مسؤولة عنه وجوده ووصوله إلى الميناء الهيئة مسؤولة عنه ودخوله إلى المستودع الهيئة مسؤولة عنه وذهابه إلى الصيدلية الهيئة مسؤولة ثم تفقد قدرتها على الرقابة أنا أعتقد من الأشياء عشان تكتب الرقابة الدوائية عندنا في المملكة يجب كلها تحت هيئة الرقاء والدواء حتى تستطيع أن تتابع المنتج وجودته وكل ما لا علاقة بالهذا وفي نفس الوقت تتابع الممارسة الدوائية لأنك لا تستطيع أن تضبط سوق الدواء بالمخاربية السعودية وهو مشتت موزع عند أكثر من جهة هذا هو الحقيقة الذي سيؤدي إلى ضبط الممارسة وفي نفس الوقت تحديد المسؤوليات بكل من يعمل في الصدريات أو في نطاق توزيع وتعامل مع الدواء وبرضو زيادة الجهات دائما يصيب المواطن بحيرة يعني أنا ما أدري أبلغ مين ما أدري أتكلم مع مين ما أدري أوصل كيف حالة الله يعطيك العافية دكتور صالح بوزير أستاذ الصيدر السريرية وشكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا دكتور هاجد يعني أنت سمعت تعليق الدكتور قال أنه الجهات الكثيرة تسبب حيرة أو أنا قلت حيرة ولكن هو قال أنه لو خرج الدواء من المصنع إلى الصيدرية هيئة الغذاء والدواء صحيح بعد كده تجي وزاقة الصحة هل فعلا الصح أن هيئة الغذاء والدواء تستمع الموضوع كامل؟ في الواقع أنه ما يوجد صح في القضية هذه النظام الرقابي يختلف بين الدول حسب الهيكل الحكومي وطريقة المراقبة وطريقة الآن هناك محادثات بين الهيئة ووزارة الصحة حول هذا الموضوع لم ينتهي حتى الآن وما زالت دراسة قائمة بخصوصه لكنه فعلا لا يوجد نظام يعني يفترض أن يتبع يعني هو جيد أنك مثلما تفضل الدكتور صالح السلسلة الدوائية الرقابية تكتمل في جهاز رقابي واحد هذا قد يكون مثالي في دول أخرى ودول رائدة في العالم الجهاز الرقابية مختلفة من المهم جدا الرقابة السلسلة نسميها السلسلة الرقابية على الدواء تكون محكمة وهذا بلا شك الآن الممارسة ممارسة الصيدلي وممارسة الطبيب الإنسان من سمعه من العاملين الصحيين هذا النظام يختلف وحتى ترخيصه قد يختلف من جهاز مختلفة سيد أحمد سمعت طبعا تعليق الدكتور هاجد وكذلك سمعت تعليق الدكتور صالح أنت وش تعليقك الحقيقة أنه دور الهيئة العامة الغذاء والدواء يدخل في عضويتها جميع وزراء الوزارات كما تفضل الأستاذ صالح أنه استمرار في الحملة التوعوية قد يتطلب جهود مالية كبيرة ولكن أنا أقول بما أن جميع الوزارات ووزراء الوزارات يدخلون في عضوية الهيئة العامة الغذاء والدواء فيكفي أن يتم التعميم على قطاعاتهم بأن يكلفون اللجان التثقيفية سواء في المجمعات الطلابية أو في الجامعات بعمل برامج توعوية ويفعلونهم هذا المنشط بشكل دوري للفت تثقيف الناس بأهمية أمنهم الغذائي وأمنهم الصحي جميل دكتور هاجد الآن خلينا نمشي ونوصل لثقافة المجتمع في التعامل مع الأدوية أنت سمعت قبل شوي في استطلاع الرأي اللي عرضنا في بداية الحلقة شخص قال أنا أوصف الدواء النفسي وابتسمت لما سمعتم يعني ويش تعليقك على عملية الثقافة المجتمعية اللي موجودة عندنا في التعامل مع الأدوية كيف تشوفها؟ في الحقيقة أنه هذا النوع من الممارسات أنك تأخذ الدواء بنفسك وتشخص المرض وتقرر نوع الدواء هذه ممارسة خطيرة قد تعرض حياة المرضى للخطر لأن كل مرض له درجة معينة من الشدة يحتاج طبيب يشخص المرض أولا هو بالتالي يصل إلى مرحلة تحديد نوع الدواء المناسب فإنك أنت تقرر نوع الدواء التي تأخذه وطريقة أخذه هل يكون أقراز هل يأخذ مرتين ثلاث مرات في اليوم هذا اللي يقرره الطبيب المعالج لأنه كنت كده قد تضع أحيانا في أشياء بسيطة حتى في أعراض بسيطة لكن هذا ما يظهر من العرض تعتقد أن المشكلة بسيطة لكن في الوقت قد يكون فيه مشكلة أكبر لا سمح الله تتضهي مع الوقت فلا ينصى أبدا في أن الأشخاص من يأخذون الأدوية هم يقرروا ماذا يأخذون يفترض هناك طبيب يعاين الحالة يتأكد من التشخيص ومن ثم يصرف دوء معين لكنه في غاية الخطورة ولا أعتقد فيه مهني في مجال الصحة العامة يسمح أن المريض يحدد ماذا يريد من الأدوية وبناء على تشخيص المريض للمرأة فلا ننصى عادة بمثل هذه الممارسة هو أستاذ أحمد برضو أنت ذكرت نقطة جدا مهمة في عملية أنه لو الشخص هو اللي راح طلب أدوية معينة والصيدة اللي يعطى إياها من اللي راح يبلغ إذا كان كل الطرفين راضين هذه كانت نقطة جدا مهمة أنت ذكرتها ولكن أنا راح أعيد لك نفس السؤال اللي ذكرته للدكتور هاجد يعني إذا كانت ثقافة المجتمع الآن وسمعنا في التقرير أو في استطلاع الرأي اللي أجريناه نحن وإسرة استوديو الإخبارية أنه الشخص يصف دوال نفسه هذا كيف ممكن نتعامل معه ونغير ثقافته الله إذا كان وصف الدواء يقتصر على خافض حرارة أو مرطبات فما هي مشكلة لكن مشكلة إذا تعدت لأشياء أكبر ووصلت إلى مضادات حيوية ويعتمد فيها على تجربته وقد يكون ظرفه الصحي تغير وأصبحت تشكل ضرر عليه ففي هذا الحالة يعني يجب يعني الحقيقة أنه لما يكون الإنسان هو بنفسه أقدم على هذا العمل فهذا لا شك أنه جهل والجاهل عدوه نفسه لا تستطيع أن تفعل شيء في هذا الموقف اللحظي لكن استمرار التوعية إذا استمرت التوعية من خلال المجمعات الطلابية والجامعات ستؤدي هذه التوعية وهذه البرامج التي تعاد بشكل دوري إلى تثقيف الناس وتوعيتهم إلى خطورة مثل هذه الممارسات طيب دكتور هاجد هل لازم يكون فيه قانون على المواطن عشان يغير ثقافته لأن الحملات التوعية يعني كلنا اتفقنا بأنه كثرتها مملة ومكلفة وكذلك تأثيرها قد يكون لحظة صح ولا لا نعم هل لا بد أن يكون فيه قوانين حتى على المواطن نفسه أنه ما يوصف لنفسه أدوية ما يدخل الصيدرية وكأنه داخل سوبر ماركت يتقضى مرة أخرى ما في حقيقة في العالم هناك قوانين تحكم يعني تصرفات الناس فيما يريدون أن يستخدمون طيب إيش الحل لأننا نستمر في التوعية نضع أنظمة للممارس سواء في الصيدرية أو في الطبيب أيضا لك لا يصرف له لا يكتب أي دواء للمريض أو المستهلك فهي عدة عناصر يفترض أنها تنضبط بالأنظمة هذا وجود أنظمة هو وجود تطبيق ومتابعة في تطبيق الأنظمة لذلك تجدها في دول هناك انضباط في هذه الممارسات وفي دول أخرى في سلسلة عوامل تؤثر في عملية الممارسة الصحية ليس فقط في الصيدلية ليس فقط في الطبيب وليس فقط في المستهلك لا ننسى أيضا أن المستهلك أحيانا يريد أن يستخدم الإضافات مثلا الفوت سبليمنت اللي هو الغذاء التعويضي الأقراس كنت قرأت وش في ذهني هذا السؤال القادم كان نعم في الأحيان أن تجد شخص يريد أن يأخذ فوت سبليمنت يريد أن يأخذ مثلا أقراس الثوم هي عبارة عن ثوم مطحون محطوص في كبسولة هو يريد أن يأخذه ما تستطعي تمنعهم يعني ما في مبرر أن يتمنع الأشخاص أن يتمارس لكن نحن نتكلم عن الدواء إذا وصلنا إلى الدواء هناك الآن أنظمة تدخل النظام الممارس الصحي النظام الأخلاقيات في طريقة وصف الدواء من قبل الطبيب وفي صرفه من قبل الصيدلي التزام المريض أو المستهلك بالتعليمات اللي حددها الممارس الصحي أيضا عامل مهم في تعامل مع المتحضرات الصيدلانية السيد أحمد الفيتامينات والمكملات الغذائية وتعامل المواطنين معها ما تشوف أنه في خطورة هم يعني قاعدين يتعاملون معها بحرية كبيرة لأنها مش دواء ولا لا دكتور أجل هي مش دواء يعني لا ينظر لها أنها دواء من قبل المواطن فيتعامل معها بحرية أكبر لكن في دراسات كثيرة أثبتت بأنه كثرت شيء معين أو فيتامين معين وجسمك ما يحتاجه قد ينعكس عليك بآثار كبيرة جدا سلبية فكيف تشوف تعامل المواطن مع الفيتامينات ومع المكملات الغذائية هذه صحيح هذه نقطة مهمة وليس كل شيء يعني يسمى فيتامين أو منشط أو مقوي أنه يصلح لكل الناس صح وغالبا أن هؤلاء المستهلكون لمثل هذه المنتجات أنهم يدفعون ثمن هذه التجارب يعني ولذلك نعود لموضوع التوعية توعية مهمة واستمرارها مهم جدا وتجربة وزارة التجارة في التوعية خلاقة وأتمنى أنه يتم تعميمها وتطبيقها على بقية على أيضا يعني بزارة الصحة وهذا أني كلها جهود والهيئة العامة للغداء والدواء رغم جهودها الرائعة أتمنى أن تصل رسالتهم التوعوية ورشاد الناس اللي اتصال بهم للإسهام في رفع الوعي التثقيفي في هذه المسائل دكتور هاجي التعليق التعليق سريع فقط بما أنك أثرت موضوع التوعية ودور المواطن الحقيقة أن الهيئة تواجهة مشكلة كبيرة في الناس اللي تسوق عن طريق الإنستجرام وبرنامج السوشال ميديا في تسويق لمستحضرات وجدنا أن غالبيتها تكون مخشوشة بمواد ممنوعة تأثير مباشر على الكيلة وعلى الكبد فأنا حقيقة نستغل برنامجكم أشكركم عليه في التوعية المستهلك الكريم من خطورة شراء الأدوية عن طريق الإنترنت وخطورة شراءها عن طريق الناس اللي يتبيح بطريق النظامية ويوجدون تعاون دائم مع وزارة الداخلية مع هيئة الاتصالات بحجب مثل هذه المواقع ونرجو أن المواطن الكريم والمستهلك لهذه المنتجات يتوقف عن هذه الممارسة اللي خطورتها الشديدة على صاحب هي الأسعار مغالاة يعني مغالاة كبيرة في الأسعار لما نشوفها عن الإستجرام ونقارنها في مواقع ثانية أو نقارنها حتى في الصدريات في مغالاة في الأسعار في تلاعب تخزين ما ندلشون خزنوها كيف وصلت نعم هي كيف وصلت التخزين الدواء إذا ما تخزن صح وأنت أستاذ في هذا المجال التخزين لا بد أن يكون صحي 100% نتكسر لكم ما في شيء نعم والله هذا يعني بالذات الإستجرام هذا أثر علينا تأثير كبير جدا سلبي طبعا المشاهدين كان فيه استفتاء قمنا بعمله على تويتر وكان طبعا برأيك هل توجد التوعية الكافية لدى المواطن حول كيفية شراء الدواء من الصيدليات وكان طبعا الإجابة نعم أو لا نشوفها الآن على الشاشة طبعا لا 91% نعم 9% يعني والله هذه نسبة كبيرة إنه يقولون لا 91% يقولون لا دكتور هاجة تعليق سريع على هذه النسبة اللي شفناها وعلى هالاستفتاء ما عندي تعليق حقيقة على اللي أن يتفق مع الرأي اللي عرض أنه مثل ما سبق أيضا ذكرنا أنه ما في نهاية لموضوع التوعية لكن هناك دور يجب أن يكون بالمواطن بمراقبة مثل هذه الممارسات والالتزام بالتعليمات الأطباء اللي يصفون الأدوية جميل أستاذ أحمد تعليقك على استفتاء اللي سويناه أتمنى أن يسهم هذا البرنامج في تدني نسبة اللاء ورفع مستوى نعم جميل جدا طبعا أستاذ أحمد يعطيك ألف عافية على مشاركتك معنا اليوم شكرا وكذلك طبعا الشكر موصول لك دكتور هاجد يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك